من بغداد مصنع القرار السياسي والامني الى الموصل الجريحة بعد مسافات كانت متقطعة لسنوات عجاف بفعل الارهاب تارة والفساد المتراكم تارة اخرى كان الطريق وعرا في صناعة القرار الذي ينهي جراح المحافظة المكلومة بفعل الخراب الذي زرعه داعش في تفاصيل الحياة قاتلا احلام العراقيين على ذات الطريق لكنها معبدة هذه المرة بوعد سبق به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السير عليه الى نينوى وعد الاعمار والاستقرار يزور الكاظمي بوعد موصول وقرارات بلغ جملتها 22 قرارا لاجل نينوى بلجنة خاصة للاعمار وخارطة طريق تعالج المشكلات قرارات للمدينة القديمة واحياء شركات الصيرفة ومعالجة مشروعات متلكئة يتعطش لها المواطن انتظارا لتحقيق ما قد اقر لكن الكاظمي وضع عنوان التسبب بالتلكئ او عدم تحقيق ما قد اقر في عهد سابق الفساد وسوء الادارة التي اسقطت نينوى بيد داعش هي ذاتها التي اخرت مستقبلها الموعود وليبدأ العمل بمعسكر الغزلاني لبلدية الموصل وانشاء مشاريع استثمارية وتأهيل وزارة الصناعة والمعامل في نينوى واعادة تأهيل مطار الموصل ولم تكن سنجار بمنأة عن زيارة ثمن فيها الكاظمي دم العراقيين بمختلف اطيافهم وهي سنجار المكتوية بالارهاب ايضا بوعد دفاع الدولة عن ابنائها سيما الايزيديين فالعراق واحد بمختلف اعراق ابنائه اشتركوا في القناة